الهجوم الإرهابي على أرامكو أعاد ترتيب أولوية الوسيط الفرنسي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تحدث بلهجة واقعية عن التغيير المحوري الذي أحدثه الهجوم على منشآت نفطية تابعة لأرامكو باعتباره نقطة تحول تجعل التوترات في الخليج أكثر خطورة ومساحة المناقشات محدودة أكثر فرنسا التي كانت تمني نفسها بتحقيق الاختراق التاريخي في العلاقات الأمريكية الإيرانية عبر استضافة لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني وجدت نفسها وقد عادت إلى المربع الأول جراء التوتر المتصاعد على خلفية هجمات أرامكو وزير الخارجية الفرنسي وجد نفسه مضطرا للاعتراف بأن اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والإيراني لم يعد الأولوية حاليا وأن الدور الفرنسي الآن يتمثل في بحث فرص استئناف مسار خفض التصعيد مع مختلف الأطراف قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أنه لن يتلديه حاليا لعقد لقاء مع مسؤولين إيرانيين كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء لكن ليس لدي أي اهتمام لعقد أي لقاء مع الإيرانيين وهذا لا يعني أن ذلك لن يحدث أنا شخص مرن أمريكيا أيضا عدا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ليؤكد أن الباب مفتوح على كافة الخيارات فيما يتعلق بالتعامل مع إيران مشيرا إلى أنه حال فشل استراتيجية الردع والدفاع فإن هناك خيارات أخرى مطروحة على طاولة الرئيس الأمريكي وما بين مساعد تهديئة وديبلوماسية إدارة الأزمة من جهة ولهجة الحسم الأمريكية من جهة أخرى تتباين ردود الفعل الإيرانية فتارة تعتمد لهجة التهديد بحرب شاملة في المنطقة ردا على أي ضربة عسكرية كما صرح وزير خارجيتها محمد جوى الظريف واتارة تلجأوا لدبلوماسية مشروطة بلعب دور الحارس على مضيق هرمز كما جاء في تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني علياء عزدين العربية